بالنسبة للأستاذة خلود بتقرأ القرآن الكريم من غير تجويد فبتقول هل أنا مأجورة؟ يا أستاذة خلود بالنسبة لقراءة القرآن الكريم بغير أحكامه أنت بتكتهدي بالمتاح بالنسبالك حالياً فأنت مأجورة إن شاء الله لكن ده لا يمنع من سعي الإنسان المؤمن لأن يتعلم على الأقل من خلال السماع من خلال التطبيقات اللي بتنزل على الموبايلات أن أنا أشغل ده وأسمع أكتر اللي بيبقى فيها التكرار للآيات وتكرار للصور ودي متاحة وكثيرة أو أنا بسمع من المذيع العادي أو من المحطات المعنية بتعليم القرآن الكريم ده على الأقلب الإنسان بيسع حتى الصورة اللي هو عايز يقراها أو اللي عايز يتعلمها أنه يسمع لأنه السماع ده برضو بيمكن من بيسر عملية التعلم والحفظ إلى أن تجدي من تقرأين على يديه أو على يديها لتتقني تلاوة القرآن الكريم حاريك بتتكلمي عن أنه حاريك ما صلتيش الفجر حاضر فبتصحي تقضي الفجر بتصلي الأول كده ركعتين وبعدين بتصلي الفجر وبعدين بتصلي الضحى طبعا إن شاء الله أنت ما أنا إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فأنت نمتي عن صلاة الفجر فلما بتصحي بتقومي بقضاء صلاة الفجر ووقت الضحى معاكي معاكي من بعد الشروق بحوالي تلت ساعة وقبل صلاة الضهر بتلت ساعة تقدري ده وقت الضحى يا أستاذة خلود ترجمة نانسي قنقر